أكد مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة تعز الدكتور عبد الرحيم السامعي إلى إيجاد نواة المجتمعية في العمل الصحي التطوعي اعتبروا هو صمام وأمان صحي للبيئة المجتمعية المحيطة لهم في التوعية بالأمراض المعدية والحميات والإسهامات وسوء التغذية جاء ذلك في اختتام الدورة التدريبية الخاصة بالمتطوعات في مجال صحة المجتمع الذي يأتي ضمن مشروع حزمة الخدمات الصحية الأساسية وتنفذه المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع مكتب الصحة بالمحافظة وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والسمرت ستة أيام تلقى فيها مئة متدرب ومتدربة من مدريات صبر الموادم وشمايتين وعدد من المفاهيم الصحية في مجالات الحميات بأنواعها والتغذية الصحية للطفل مع الطرق الصحية في التعامل مع صحة الأم والطفل والمجتمع